لا يكاد المرء يعرف في عصر من العصور السابقة بروز ظاهرة الإلحاد كما عرف في العصر الحديث فلم يثبت أن أمة من الأمم الماضية انتهجت الإلحاد مسلكا وألقت الدين أرضا إذ كل الحضارات القديمة تشهد لها معابدها بمكانة الدين في نفوسهم وتأثيره في قيام حضارتهم قال المؤرخ الإغريقي بلوتارت لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون ومدن بلا قصور ومدن بلا مدارس ولكن لن توجد أبدا مدن بلا معابد والنعنى نفسه يؤكده الفيلسوف الفرنسي هناري برجسون حيث يقول لقد وجدت جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة إذن فلم يكن لهذه الفكرة أي رواج في تواريخ العالم القديم وهذا يضحض قول فورتيرا من أن الإنسانية لابد أنها عاشت قرونا متطاولة في حياة مادية خالصة ثم اخترع الدهات الماكرون فكرة الألوهية لفداع البسطاء والسذل إنما عرف الإلحاد عن أفراد قلائل لم يصلوا إلى مجرد ظاهرة فضلا عن أن يكونوا أمة من الناس بل إن الذين حقي عنهم إنكار الخالق لم ينفوا الإلهية بالكلية وإنما نسبوها إلى أنفسهم كفرعون والنمرود وأكثر فلاسفة العالم القديم كانوا يقرون بألوهية الله ومنهم أشهر فلاسفة اليونان مثل سقراطة وأفلطون وأرستو ولم يكن الإلحاد إلا مذهب قلة من المدرسة الآيونية المادية وأعلامها طاليس الذي رد العالم إلى أصل الماء وإنكس منس الذي رده إلى الهواء إن هذا الأمر يعد من أبلغ الأدلة على أن الفطرة مغروزة في قلب الإنسان منذ نشأته على هذه الأرض وهذا ما اعترف به معجم لاروسا للقرن العشرين بأن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية بل إنك تجد أن قصة الطفان العظيم لا تكاد تخلو أدبيات أمة من الأمم منها فقد وجد لها آثار في الحضارات القديمة في بلاد الرافدين واليونان والهند والصين وفارس وغيرها مع اختلاف في تفاصيلها وذلك لأن كل الأمم ورثت حقائق الطفان ممن شاهدوه وكتبوه وما زال المرحدون لا يجدون مفرا من الحقيقة الواضحة فلما لم يجدوا أمة في الماضي تحاكي إنكارهم اتكروا نظرية نشأة الأديان فالدعو أن الإنسان إنما وجد وهو يخشى من قوى الطبيعة فلجأ إلى تأليه بعض منها ليحتمي بها من أهوال المخاوف فصنع لنفسه آلهة كثيرة ومع مرور الأزمان تطور عقله إلى اختزال الآلهة في ثلاثة فاعتقد التفليث ثم تطور إلى جعلهما إلى هين اثنين كالمجوسية ثم انتهى إلى الاعتقاد بإله واحد ثم ها هو الإنسان الآن يرتقي في نظرهم إلى التجرد من اعتقاد الألوهية والحق أن الإنسان نشأ موحدا على الفطرة ثم طرأ عليه الشرك والوثنية فكان التوحيد هو الأصل والوثنية طارئة عليه وليس العكس وكل ما قيل في ذلك إنما هو لأجل إنكار الفطرة التي فطر الله الناس عليها وتبرير مسلك الإلحاد العقيم مع أن الديانات التوحيدية وجدت منذ القدم وفي عصرنا ما زالت الوثنية عقيدة الملايين من الناس في العالم المتحضر وكذلك التفليث وحتى بعد الحراف البشرية عن التوحيد الحق واللجوء إلى الوثنيات والاعتقاد بتعدد الآلهة فإنهم مع ذلك كانوا يقرون بوجود الخالق ويصفونه ببعض صفاته اللائقة له كالخلق والرزق والتدبير وإنما جعلوا هذه الآلهة بمثابة وسائل للتقرب إليه فلم تكن الرسل لإثبات الخالق بل لإرشادهم إلى توحيده وعبادته وحده دون سواه ونبذى الآلهة المزيفة التي جعلوها مشاركة له أو موصلا إليه فالذين عبدوا الملائكة اعتبروهم بنات الرب ومثلهم الصابئة الذين اعتبروا الكواكب أجزاء تنافرت من الآلهة وكانت الأصنام في الغالب أسماء لأناس صالحين جزع الناس لموتهم فجعلوهم آلهة يتقربون بهم إلى المعبود ويوجد أيضا في التاريخ بعض المنكرين للبعث بعد الموت حيث أطلق عليهم المفسرين اسم الدهرية وعدهم المعاصرون من طوائف الملاحدة القائلين بقدم العالم وإنكار الصانع وذلك لأنهم يقولون إنه لا يهلكهم إلا الضهر والحقيقة أن مشرك العرب كانوا في المجمل ينكرون البعث والنشور مع إيمانهم بالخالق وهذا يشبه إنكارهم أن يرسل الله بشرا رسولا منهم فلم يكن بين العرب ملاحدة بمعنى إنكار الخالق نستخلص من ذلك إلى أن الإلحاد غريب عن البشرية غريب عن النفس الإنسانية ومع هذا فإن المرأة يعجب من ظهوره في هذا العصر بصورة لافتة للنظر حتى أصبح سمة بارزة وظاهرة تحتاج إلى دراسات بل أصبح يتصدر نسبا عالية في بعض البلدان حيث وصلت في أمريكا إلى خمس وعشرين في المائة وبعضها وصل إلى خمس واربعين في المائة ويبدأ ظهور موجات الإلحاد الفعلية أعقاب الثورة الفرنسية وتحرر دول أوروبا من سلطة البابوية وهيمنة الكنيسة على عقول الناس حتى الطبقة الحاكمة منهم ومما يؤسف له ظهور هذه الموجات الإلحادية في البلاد العربية فهذا أغرب من سابقه لأن الدين كان وما زال جزءا من هوية العربي لا تنفك عنه بحال وهذا الظهور يرجع إلى أسباب تحتاج إلى تفصيل وإنما نحن هنا نقحث في تاريخ الإلحاد وليس في أسبابه ودوافعه